موسيقى مشاهدين أهلم بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان آلام الظهر الجزء الأول سلسلة من الحلقات هنتناولها مع حضراتكم والنهاردة الجزء الأول من هذه السلسلة عن آلام الظهر الحقيقة أن آلام الظهر آلام مبرحة جدا اللي جربها واللي كمان ما جربهاش أكيد هو عارف كويس قوي آلام الظهر بيكون آلام صعب جدا بشكل عام الحقيقة إحنا هنقسم آلام الظهر المجموعة من الأعمار السن ممكن يكون بيجي في وقت طفولة وقت سن صغير ممكن كمان يجي في وقت البلوغ أو وقت أكبر شوية وده ممكن من خلال العمل أو الجلوس الغير صحيح وممكن كمان يجي لكبار السن هنقسم الحلقات أو السلسلة بتاعتنا النهاردة هنركز بشكل كبير على وقت البالغين أو السن المتوسط ونعرف إيه أسباب هذه الأمراض أو هذه الألام اللي ممكن تحصل في الظهر نضيف حلقتي النهاردة واللي هيكون مشرفنا في هذه السلسلة عن ألام الظهر دكتور يوسف عهدي ساويرس أخصاء جراحة العظام وجراحات العمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي ومستشفى السيدة العذراء مريم بزدتون ماجستير جراحة العظام كلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجامعية السويسرية لجراحات العظام والجامعية المصرية لجراحات العظام الفاصل قصير نبدأ حوارنا مع دكتور يوسف خليكم معنا دكتور يوسف عهدي ساويرس حاصل على ماجستير جراحة العظام والمفاصل كلية الطب جامعة عين شمس أخصائي جراحة العظام والكسور والمفاصل وجراحات مناظير الرجبة والكتف وجراحات العمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي ومستشفى القديسة العذراء مريم الزيتون عضو الجامعية السويسرية لجراحة العظام A.O.Troma عضو الجامعية المصرية لجراحة الكتف E.G.S.S.A. وعضو الجامعية المصرية لجراحة العظام E.O.A. عنوان العيادة 110 شارع تومانباي الدور الأرضي بجوار كنيسة القديسة العذراء مريم الزيتون تليفونات العيادة 0-31-238-319 أو 0-2-2450-624 What's up 0-31-238-319 للطوارق 0-1-64-25-25-2 الموقع الرسمي www.facebook.com سلاش ساويرس أرثوبيديك موسيقى موسيقى أحنا في عيداتنا بنقدم خدمات كتيرة من ضمنها حقن الرجبة عن طريق الحقن الزيت أو حقن البلازمة بنقدم للمريض الحقن بتاع اختناق الأوطار كمان بنستقبل حالات الحوادث والحالات الطارقة وبنقدم لها الجباير والجبس والحاجات اللي العين يحتاجها كحاجات طارقة أنا بقعيني من مشكلة من مشاكل العمل لإني كنت مهندس سابق ولما طلعت على المعاش حمثيت أشعر بحاجات طرقت علي لها زيادة الوزن وأستدبعها إنه يبقى فيه خشونة في المفاصل المشكلة دي كانت بتقرقني لإني ما بقدرش هطلع سلال ما قدرش أمشي ما قدرش أعمل الجهد اللي أنا بعمله زمان فناس كتير نصحوني قد يروح لدكتور عزون للأسف غالبية الدكاترة بالحل بتاعها الجراحة وحل الجراحة ده مش مناسب لكل الناس وخصوصا حد بالنسبة لي كبير في السن لكن لما عرفت عيادة الدكتور يوسف قابلته كاركتر شخصيته اداني نوع من أنواع الاطمئنان وابتدى يكشف علي وحدد لي اي نوع المرض اللي عندي والحل البسيط اللي أنا ارتحت له أفضل حلول الجراحية اللي تساعد أنه هو يخف بنتعامل مع الحالات بتاعة الرباط الصليبي بنصلح الرباط الصليبي باستخدام المنزار بنعمل إصلاح القطعة الجدروف الداخل للرجبة والخارج للرجبة كمان بنشتغل على مفاصل الصناعية بمختلف عنواعها سواء في الرجبة أو في الحوض كمان بنتعامل فيه جراحات العمود الفقري اللي بتتضمن استقصار الغضريف وتسبيط الفقرات إصلاح الإعوجاج توسيع الفنوات العصادية استقصار الغضروف وما يداخل حقن مع بعض ناس كتير قوي حصل ويبدأ يرجع مرة تانية لكن معاه هو كان عنده تأكيد إنه المادة اللي بيستخدمها مادة طويلة المفعول وبتقعد مش عايزين نقول فوليفر لأنه فيش حاجة لا نهائية لكن الجودة بتاعتها تقد اقترب من 99% من الحل النهائي برضو ما ننساش فضل النظام والاستقبال حسن الاستقبال من أول ما ندخل العيادة بتاعت الدكتور يوسف بنلاقي فريق مساعدة بيستقبلنا بطريقة لطيفة بيحسسنا إن احنا موجودين جوه بيتنا مش موجودين جوه عيادة الدكتور ولما نقابل الدكتور يوسف الكارزمة اللي موجودة في شخصيته بيقابلك باتسامة بيديلك إحساس إلا إنه هو واقف في ظهرك مش مش دكتور بيتعامل مع مريض ولكن أخ أو حد فاهم بيريحني في هوب كلاني الحاجز بيتم عن طريق التليفون بشكل مسبق بنهتم جدا بالإجراءات الاحترازية لكل مريض مفيش مريض بيدخل من غير الماسك بتاعه بيكون فيه معايد مخصص لكل حالة بحيث نقل للاستحام في العيادة بقدر الإمكان بيكون فيه فايل لكل مريض بنادر نتابع منه الحالة كل مرة بيزورنا فيها منتظرينكم تشرفونا في أي وقت في عيادة هوب كلانيك كل العمليات دية بنعملها فيه مستشفيات متخصصة بمستويات مختلفة عشان نقدر نقدم للمريض أفضل خدمة وبالأسعار اللي تقدر تناسبوه وفي نفس الوقت نضمنه أفضل نتيجة عايزك تتعلمك أن القرار العملية هنا في العيادة بيتاخد بكل أمانة لو في مصطحتك لو نقدر نعمل أي حاجة تانية غير اتخاذ الجراحة هقدمنا بكل الحلول الممكنة وإنت بنفسك اللي هتختار الحاجة نسمعك مشاهدين أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا مفيدة في مجال الطب والنهاردة بنتكلم بشكل خاص جدا على ألام الظهر ألام العظام بشكل عامل ألام الصعبة والمبرحة جدا الناس كتير بتتعب جدا منها اللي جربها يقدر يقول يمكن لما جربهاش مش قادر فعلا يحس بها ألام الظهر بالألام اللي بتيه كمان فيه أظن عمار مختلفة وهنا نعرف ده في خلال حلقاتنا الحقيقة سلسلة جديدة من حلقاتنا عن الأوزام هتكون عن الظهر بشكل خاص جدا نهاردة معي ومع حضراتكم الغني عن التعريف في هذا المجال دكتور يوسف عهدي ساويرس أخصائي جراحة الأوزام وجراحات العمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي ومستشفى السيدة العذراء ماريب الزتون مجلس تير جراحة الأوزام كلية الطب جامعة عين شمس وعضو جمعية سويسرية لجراحة الأوزام والجمعية المصرية لجراحات الأوزام أهلا بحاجة دكتور أهلا بحاجة دكتور أهلا بحاجة دكتور يوسف دايما الحقيقة نتشرف بيك ودائما عندنا حلقات فعلا غنية جدا يمكن خدنا سلسلة مع حضرتك على جراحات الأوزام بشكل عام نهاردة نتكلم عن سلسلة جديدة عن فكرة العمود الفقري بشكل الظهر والتعب اللي ممكن يحصل في أعمار مختلفة وهو نعرف من حقيقة ده والحقيقة ده أول سؤال ليه لحقيقة النهاردة نحن هايزين نبتلك نهاردة الحلقة ونعرف مين المعرض لقلب الظهر هو في الحقيقة ما فيش سن معين محمي من مشاكل الظهر احنا بالقبل مشاكل الظهر دي ممكن من أول وقت الولادة أو التكوين بتاع البيبي نفسه وممكن يكون فيه مشكلة فالمشكلة دي بتحصل سواء كانت فقرات ما اكتملش النمو بتاعها سواء فقرات ممكن تكون ملحومة في بعض الطريقة مش مزبوطة مشاكل ممكن تحصل للأطفال وهم صغيرين مشاكل ممكن بتحصل أكتر في المراهقين الناس اللي هم قرب سن البلوغ وفي مشاكل بتحصل كناس بلغين ناس من الأول سن مثلا 25 لغاية 40 45 وفي بعد كده مشاكل ممكن تحصل في كبار السن وفي مشاكل ممكن تحصل لنا كلنا بغض النظر عن سننا ايه فيعني احنا حابين نحن نركز أكتر على فئة فئة كده نحن نتكلم نتكلم عليها ونشوف الظروفة يعني زي ما حالك قسمت يمكن قلت كل سن ليه مشاكله الخاصة بغض النظر عن المشاكل العامة اللي حقيقة قلت ممكن تحصل بغض النظر عن السن عايزين نركز أكتر نهاردة مثلا على سن البلغين أو سن يمكن اللي هم المتوسطين اللي هو في أشغالهم بيعانوا من بعض الألام ايه المشكلة ممكن تحصل لهذه الفئة لأن هم دول أكترية لحقيقة الناس اللي عندهم مشاكل في العمل يعني يقولك مثلا هل أنا عديدة كانت غلط هل أنا عملت حاجة غلط ولا دي مشكلة فعلا ممكن تبقى وراثية وأنا مولود بيها زي مثلا ما حاك قلت بس ظهرت في سين متأخر فاهمنا أكتر المشاكل ممكن تحصل للظهر في شخص في متوسط العمر تمام هو الحقيقة المشاكل دي ممكن تبقى حاجات بسيطة خالص ممكن تبقى حاجات كبيرة وممكن تخد حتى المستمع مشاكل البسيطة خالص زي ألام العضلات اللي بتبقى موجودة سواء كانت المبين له حين الكتف ودي حاجة مشهورة جدا أو ألام العضلات اللي حوالين الفقرات القطنية ممكن يكون موجود درجة بسيطة خالص من التهاب عرق النسا أو الاسم الدارج بتاعه عرق النسا أو العصب الوركي ممكن يكون فيه انزلاق غضروف بسيط ممكن يكون فيه انزلاق غضروف جبير ممكن الفقرات تكون فيها مشكلة زي ما انت قلت من وقت الصغر ومكنناش بنعالجها صح فابتدت تطور ابتدت الفقرات تتحرك مما كان لانها في وضعها مكانش مظبوط ممكن تحصل إصابات نتيجة ممارسة الرياضة معينة ممكن تحصل إصابات نتيجة الأعداد غلط في السواقة أو في الكرسي أو في النوم فهي حاجات كتيرة جدا يعني ممكن تصيب الناس البلغين يعني أظن أن احنا عشان دايما نفهم مرض بالذات الناس اللي يمكن ما عندهمش خلفية طبية بيتفرجوا علينا النهاردة دكتور يوسف بيحتاجوا يفهموا إيه هو الشكل التشريحي بتاع الظهر العمود الفقر شكله إيه وتكوينه إيه عشان نقدر حتى بعد كده نتقبل أو نفهم من حضرتك لما بيحصل إيه غلط ممكن ينتج عنه إيه أو الوجع اللي يحصل بعد كده يبقى ناتج عن إيه عايزة أفهم نحاك الشكل التشريحي ليه الظهر أو العمود الفقر نفهم ده ونعرف إيه وظيفته كل حاجة أكيد ليها وظيفة ربنا عملها بحكمة نفهم حاجة ده الأول هو طبعا الظهر ده جزء بيشارك أساسي فيه أن وزن الجسم بتاعنا كله ينزل بطريقة مظبوطة على الطرف السفلي توزع يتوزع فهو اللي ماشي فيه الوزن فلو هو نفسه فيه مشكلة موجودة فيه الوزن بيبقى نازل عليه بزيادة أو نازل عليه بطريقة مش مظبوطة ممكن يعمل ألام في الظهر الفقرات دي لكن الصورة هي دكتور موضحة بزبط كده هو التكوين ببساطة هي عبارة عن فقرة وفقرة وفيما بينهم الغضروف الغضروف ده عبارة عن إيه عبارة عن زي سائل جيلاتيني ومحوط برباط جامد جدا ربط قوي جدا بيحافظ على المادة الرخوة أو الحاجة اللي زي الجيلة أو زي الجيلاتين كده موجودة جوه ما تخرجش منه وفي نفس الوقت المادة الرخوة دي بتسمح بأن يحصل حركة وبتسمح أن يحصل امتصاص للصدمات فأعرف أتحرك وأعرف أمارس حياتي وأعرف أنط وأعرف أبز المجهود من غير ما يكون فيه ضغط مباشر موجود على الفقرات عشان عضمي ناشف جدا فلازم حاجة تبقى بتلين في النص زي المساعدين بتوره عبارة عن سوسط أو حاجة بتمتص الصدمة بس لازم يكون فيه الرباط اللي هو محوطها 360 درجة عشان المادة الجيلاتينية دي ما تخرجش برا لأنه لو خرجت برا خلاص ما بقتش ليها وظيفة وبالعكس ممكن تضر حاجة تاني فبالإضافة للوظيفة الميكانيكية بتاعة العمود الفقري هو كمان ليه وظيفة أساسية أنه هو جواه فيه تجويف التجويف ده بتمشي فيه الأعصاب الأعصاب دي هي عبارة عن الأسلاك اللي بتوصل الإشارات أو توصل الأوامر من المخ لطرف معين لعضلة معينة وتاخد الإحساس من الجسم وتنقوله للمخ عشان خاطر يفهم ويحس ويدرك الحاجة الإحساس اللي هو إحساس اللمس إحساس الحرارة الحركات التانية والفرد بتاع المفاصل أو بتاع الأطراف بتاعتنا فهو وظيفة العمود الفقري أنه يحمي المصار العصبي يحمي الأسلاك دي من أن يحصل لها أي أزى لأنها ببساطة هي حساسة جدا وأي لمسة فيها بتفرق معانا وبتأثر على الأعصاب طبعا طبعا وهو ده اللي ينقل المخ وهو ده كمان اللي ينقل العضلة معا كده يترجم يعني هي المشوار رايح جاي أسلاك عشان توصل بالضبط كده فهي بكل بساطة الفقرة والفقرة ما بينهم غضروف موجود وحاولين والوراء الغضروف ده في المصار العصبي اللي هو يعني بيحمي بشكل غير مباشر هو كمان بيحمي المصار العصبي من أي إصابة لأنه ده حساس جدا برضو من الحاجات اللي دايما الناس بتتساءل من الكلام في موضوع طبي يقولك أنا أروح أشتيكي إمتى يعني ما يحصل إيه فكرة العرض إمتى فعلا الشخص يحس أن أنا محتاج أروح للطبيب أو أعمل فحوصات أو أخذ الموضوع على محملة جدية تمام هو في حاجة واضحة جدا جدا وفي حاجة مش واضحة الحاجة الواضحة هو الألم يعني أي حد بيشعر بالألم في العمود الفقري أو في ظهره من المفروض أن الألم ده لو ما خفش في خلال يومين 3 أيام أو 5 أيام المفروض أن يبقى الألم ده ألم رسالة إنذار أن في حاجة مش مستجيبة للعلاجات العادية يعني لو أنا ارتحت في البيت لو أنا خدت دهان مساج لو أنا ما عملتش مجهود لو أنا خدت مسكن بسيط والدنيا ما بتستجبش يبقى أنا عندي مشكلة ده دي حاجة ممكن تكون الناس كلها مدركها بس فيها حاجة تانية أن فيها أوقات يبقى فيه مشكلة موجودة في العمود الفقري ولكن أنا مش حاسس بالألم في العمود الفقري أنا حاسس بالألم في الحتة اللي العصب بيغزيها ولي بتبقى بدايات المشكلة يعني فيه في أوقات كتيرة جدا بيجي الناس في العيادة بيقولوا أنا عندي تنميل في صوابع رجلية مثلا تنميل بس حاجة بسيطة جدا التنميل ده إشار على أن فيه عصب معين موجود في العمود الفقري العصب ده اتضغط عليه بحاجة بسيطة جدا فالحاجة البسيطة دي ما عملتش ألم في الظهر لكن عملت ألم في نتيجة الضغط الموجود على العصب ده فهو بكل بساطة الحاجات البدري قوي لو أنا حسيت بأي تنميل غريب إحساس شكشكة موجود في رجلية مثلا إحساس أن فيه تخديلة بسيطة خالص وموضوع بسيط جدا هو موضوع فعلا ألاجه هيبقى بسيط بس محتاج أن أنا أروح للدكتور وأكشف دي السورة يمكنني بتبين الحاجة بتقول تسميع فيه مناطب مثلا بس دي بقى دي درجة قوية أنه هو الرجل يعني عدى عيان زي كده مش هيسكت العيان ده بيبقى حاسس ده ده هو عرق النسا عرق النسا ده أن فيه عصب في الفقرات القطنئية العصب ده بيغزل رجل من وره فالعيان بيحس أن فيه تنميل بيحس أن فيه كهرباء جديدة بتمشي في رجلية مرة واحدة أوقات بيحس أن فيه مياه مغلية نزلة على رجلية أو أوقات يحس أن فيه كرامبات أو شد عضل جديد جدا موجود في السمانة ومش راضي يخف أو أن صوابع رجلية بتشد وممكن تركب فوق بعض وما تفكش بسهولة ممكن يحس أن رجلية بطن الرجل سخنة جدا عايز يحط رجلية بعض المرضي يقول أنه عايز يحط رجلية على السيراميك أو عايز يحط رجلية على تلج عشان تبرد آه عشان تبرد وهي مشكلة أن الرجل نفسها أي حد يلمسها مش سخنة هو الإثارة العصبية اللي راجع للمخ مختلة فمخلي المخ يترجم أن فيه سخنية جديدة موجودة أو ما فيش سخنية جديدة موجودة فالشد العضل اللي بيوجود في السمانة أو أوقات لما يمشي مسافة طويلة أو لو أنا موجود في نايم في السرير مسترخي خالص ولقيت شد عضل جديد جدا مسك رجلية لو فيه تنميل كهرباء حرقان خدلان تقل شكشكة في الطرف السفلي دي إشارة على أن فيه مشكلة موجودة في الأعصاب محتاج أن أنا أنتبه لها إضافة لها لو أنا عندي كمان ألم في الظهر دي كده معناها أن الموضوع يستحق أن أنا أهتم به ويستحق أن أنا أروح لدكتور متخصص في العمود الفقري عشان خطر أكشف وأطمن على نفسي أعرف سبب المشكلة إيه وأعرف العلاج بتاعها إيه بشكرك طبعا فكرة أننا نبقى عارفين العرض أنا بشوف أن دي حاجة مهم ناس كتير أصلها بيتفرجوا علينا أو كتير يشوفوا الحلقات يقول إحنا بنحس أننا عندنا الأمراض كلها فكرة اللي عرض أننا فعلا إمتى أخذ الموضوع على محمل الجدية إمتى فعلا الموضوع يبقى مستاهل أن نكشف لأن ساعات حاجات بتكون بسيطة يوم يومين دهنات بسيطة أو حاجات أدوية خفيفة وبسيطة ممكن الألم يزول ويروح وتبقى حاجة أكيوت أو حاجة سريعة وتزول خلينا برضو أفهم الحقيقة كيف حقيقة قلت بعض المصطلحات أو بعض الأمراض اللي ممكن تهدد أو تلاقي لنا مشاكل كبيرة في فكرة أن تسمع في مرات أخرى زي عارق النسا أو زي دارج عنه عارق النسا أو بعض التهابات في العصاب أو بعض العصب الوركي أو الفغدي برضو عايز نفهم الحقيقة إيه الأمراض دي إيه هي دي وإزاي فعلا الفقرات القطنية بيبقى فيها جزئين يعني لو أحنا لما اتكلمنا في التشريح على الفقرات وإحنا عشان يبقى بس المستمعين فاهمين معنا إحنا عندنا إيه الفقرات؟ عندنا فقرات عمقية تمام الرأبة دي من الفقرة الأولى للفقرة السبعة وعندنا الفقرات الصدرية ودي من الفقرة الأولى للفقرة الاثناشر وبعد كده عندنا الفقرات القطنية من الفقرة الأولى للفقرة الخمسة وبعد كده عندنا الفقرات العجزية ودي فقرات كلها لحمة في بعض تمام؟ لأن بعض المرضى أوقات بيقول أنا بشتكي من الخمسة والأولى ويبقى فاهم أن الخمسة الأولى دي موجودة فوق يعني رقم خمسة ده مشترك في الفقرات الأنقية ومشترك فيه فقرة الصدرية الخمسة وفيه فيه الفقرة القطنية الخمسة تمام فإحنا الفقرات القطنية هل نتكلم عن الفقرات القطنية الفقرات القطنية من الفقرة الأولى للفقرة الخمسة والفقرة العجزية الأولى اللي هي أول فقرة في الفقرات العجزية ده المصدر بتاع عصبين أساسيين بيغزوا الركل اللي هو العصب بتاع النسا أو العصب الوركي نسبة إلى الورك من وراء والعصب الفخذي اللي هو الألام بتاعته بتبقى موجودة فوق الرجبة منطقة الفخذ من قدام فسواء كان الألم من وراء أو الألم من قدام الاثنين دولة المسؤولة عنهم سواء كان العصب الوركي أو العرق النساء والعصب الفخذي هم دولة اللي بيبقى مصدرهم جاي من الفقرات القطنية واللي لو في مشكلة في أي فقرة من الفقرات القطنية بتأثر بصورة أو بأخرى على الإحساس أو الألم في الطرف ده يعني الصورة دي مثلا فيها العصب دي كده منطقة اللي هو الشاب بمسكها دي منطقة العصب الفخزي اللي هو الفخد من قدامها واللي فيه مشكلة ودي عادة ما بتبقى الفقرات اللي فوق قوي يعني الفقرة القطنية الأولى التانية التالتة بالكتير إنما العرق النساء اللي هو الفقرات اللي هو المنورة الفقرات المنورة هي دي بالأعين بيحس الوجع في الورك من وراء فخده من وراء ويمشي في الفخد من وراء ويمشي في السمانة وغاية كافة رجليه ده بيبقى الفقرات اللي هم عادة اللي هم الناس متدرجة الرابعة والخمسة القطنية والأولى العجزية يعني برضو حقيقة بتعمل التأسيمة التشريحية وتقول فين العصب اللي بيغزي فين الحقيقة دايما بنقف عند الحتة دي ونقول طب ده معناها إن ممكن عادة الغلط هي اللي تأثر في الفقرات مثلا اللي هي ممكن تبقى أعلى الظهر فممكن تبقى بتأثر بشكل كبير على مثلا الفاغد الأمامي لكن القعدة اللي مثلا تكون بتضر الجزء السفلي من الظهر هو ده اللي يأثر هو فيه فقرات عموما يعني احنا الفقرات الترانزيشنال أو الفقرات اللي هي ما بين انتقال فقرة مجموعة ومجموعة دي أكتر فقرات معرضة للإصابة يعني سواء يعني فقرات اللينك الرابط أو آخر فقرات في الصدرية والقاطنية بيبقى معرضين ميحصر فيهم أصابة بصورة عالية لان دولا مرحلة انتقالية من مجموعة لمجموعة ونفس الفكرة عشان دايما تلاقي الناس بتقول أنا دي الفقرات الخامسة هي اللي وجعني الفقرات الخامسة THEA لان ده مرحلة انتقالية فالمراحل اللي هي من مجموعة إلى مجموعة من الصدرية للقطنية أو من القطنية العجزية دي من أكتر الأماكن اللي ممكن المجهود يفرق فيها ويعمل فيها ألم دكتورس بشكرك طبعا إحنا يعني يمكن شرحنا بشكل مجز وسريع بس طبعا دقيق جدا فكرة شكل التشريحي للظهر إيه هو العمود الفقري وفايدته وشكله وإزاي فعلا ممكن يكون كل حاجة لها رد فعل مختلف في منطقة أيضا مختلفة لسا عندنا الحقيقة سئلة كتيرة وأكثرها أهمية هي طرق العلاج أو إيه المشاكل اللي ممكن نتغلب عليها من خلال التشخيص الصحيح سواء بالإشاعات أو الكشفات الموضحة من السادة الدكاترة خلينا نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور يوسف خليكم معنا عن ألام الضهر مشاهدين أهلا بيكم ورجعنا لكم مرة تانية مكملين كلامنا عن ألام الضهر اللي دايما بنقول إن ألام الضهر اللي مجربها فعلا بيتقلم ألامه برحة وشديدة جدا عشان كده أهميتها كبيرة وهو قصوى فكرة العلاجات ونحن ناخد مسكنات بس مش هو ده الكلام المزبوط لازم نعرف أساس المشكلة عشان نقدر نعالجها بشكل سليم معهما حضرتكم في هذا الموضوع دكتور يوسف عهدي سويريس أخصائي جراحة الأظام وجراحات العمود الفقر المستشفى الهرم التخصصي مستشفى السيدة العذراء مريم بالزيتون ماجستير جراحة الأظام كلية الطب جامعةين شمس وعضو جمعية سويسرية لجراحات الأظام وجمعية مصرية لجراحات الأظام أهلا بحيك برة تانية برحب بيكم أتشرف بيك جدا دكتور يوسف زي ما اتكلمنا وقلنا في الجزء الأول حقيقة كلام كتير جدا مع فكرة الشكل التشريحي للعمود الفقري أهميته إيه وإزاي ممكن يكون رد فعل لي أم يحصل أي مشكلة إزاي العصاب ممكن تأثر تأثير غير مباشرة ممكن يكون الألم في الظهر لكن أو المشكلة في الظهر لكن ممكن تسمع في مناطق أخرى زي ما حيك شرحتنا في النساء والتابات للعصاب وما إلى ذلك خليني أذهب لحضرتك فكرة التشخيص إمتى نقدر نشخص وهل الكشف الكلينيكي كفاية ولا فيه فعلا فاكتر أو أهمية كبيرة للأشعاعات في مجال الطب الزهر هو الفحص الكلينيكي حاجة مهمة جدا 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 في التشخيص يمكن الناس كتير قوي بتتهاون بالموضوع ده وتبقى فكرة أنه مجرد أنه أنا هعمل أشعة للدكتور وهوريهاله أو هبعتهاله وهيعرف يشخصني كويس على الواتساب حتى وحاجات كده وللأسف إحنا مهم جدا عشان نعرف نشخص مشكلة صح أنه إحنا يبقى عندنا الصورة كاملة الصورة الكاملة بتتكون من أكثر من حاجة أول حاجة التاريخ المرضي بتاع العيان لازم أقعد وأسمع منه أنت شكوتك فين بالضبط التنميل بيجي لك فين الحرقان بيجي لك فين الكرامب أو الشد العضري ده إيه الصفة بتاعته بالضبط متقطع ولا دايم بيجي لك مع المجهود ولا بيجي لك وانت مرتاح طيب إيه الحاجات اللي بتريحه طيب التنميل اللي أنت بتحسه في رجليك ده بفكر أنا بدماغي بقى ماسك أنهي عصب بالضبط يعني أنهي عصب اللي فيه مشكلة ما إحنا عندنا من الأول فقرة الأولى القطنية لغاية الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والأولى العجزية فإحنا عندنا أعصاب كتير جدا ممكن أنا أبص على الرنين ألاقي مشكلة موجودة في عصب الماء تمام؟ ولكن المريض بيشتكي من العصب التاني خالص يبقى الموجود في الأشعة ده مش هو اللي تاعب العيان فعشان كده التاريخ المرضي مهم جدا وتحليل التاريخ ده مهم جدا حل التاريخ حل الشك هو بتاعت المريض بتاعي كويس يليها بعد كده الفحص الفحص ده بيطمن على قوة الأعصاب عاملة إزاي يطمن على الإحساس سليم ولا لأ يطمن على قوة العضلات ودي حاجة مهمة جدا عشان أعرف أنا في مرحلة بدري لحق نفس بدري وأنا في مرحلة متأخرة وبيساعدني أن أنا أفهم العيان ده محتاج يعمل إيه فحوصات بعد كده الفحوصات دي اللي هي عادة بتابع أشعة عادية ويليها في الأهمية طبعا الأشعة الرنين الأشعة العادية بتوضح لي الفقرات وانتظامها زي ما حالك شايف كده في الصورة كل فقرة مكانها مظبوط ولا لأ المسافة ما بين الفقرة والتانية مظبوطة ولا لأ هل في فقرة متحركة عن مكانها ولا لأ هل في خشونة موجودة ولا لأ كل الأسئلة دي بيجاوبها الأشعة العادية بعض الناس برضو بتحس أن الأشعة العادية دي مش مهمة أنا على طول هروح على الأشعة الغالية أنا هروح أدفع وهعمل الرنين ويبقى متجاهل أو مش عارف أن الأشعة العادية لوحدها بتدي شوية مفاتيح كتير جدا ممكن الأشعة الرنين ما تعرفش الجواب عليها طبعا الأشعة الرنين مهمة لأن أشعات الرنين هي اللي بتبين للحبل الشوكي عاملة زي بتبين للأعصاب عاملة زي وبتورين الغضروف اللي أنا ما بعرفش أشوفه في الأشعة العادية تفاصيل أكثر يعني هي بتوريني حاجات والأشعة التي بتوريني حاجات الأشعة التي توريني عطم إنما الأشعة التي تعترنين بتوريني أنسجة بتوريني غضروف حاجة رخوة بتوريني العصب وبتوريني الحبل الشوكي ودي حاجات مهمة جدا عشان أعرف أنهي عصب اللي متصاب بالضبط والدرجة بتاعته إيه وفي بعد كده أشعات بقى متقدمة على حسب الحالة في بعض الحالات بتبعي محتاجة أشعة مقطعية لو أنا شاكك إن في حاجة اسمها ممكن نتكلم عنها بعد كده اسمها إنحلال الفقار أن في فقرة ممكن تتحرك من مكانها فدي ممكن متبنش في الأشعة العادية وهي أحتاج أعمالها أشعة مقطعية في بعض المرضى ممكن يحتاجوا أشعة بالصبغة لو في شك على أن في مشكلة معينة مش هتظهر في الرنين أو بعض المرضى ممكن أشك أن عندهم التهابات أو محتاجة أعمال عليها تحليل يكون فيه مكروب موجود في الغضروف فهو الموضوع مش هنقدر نحدده كويس غير لما أسمع شكوى واضحة من العيان وأحللها كويس وأشوف الكشف بتاعي مطلع إيه ولا أعسسه بحدد الخطوة التالية اللي هي فحوصات الأعمال هاي يعني برضو من كلام حضرتك هل يعني أو ده السؤال دايما اللي يكون دارج لأن فكرة الناس اللي بيبعثوا لحضرتك مثلا رسالة بالواتساب أو أشعات يعني فيه عايزه الفجوة كبيرة ما بين الأشعات أو المحاولات يعني تعريف المرض أو المشكلة الحقيقة للمريض هل فيه فجوة الفجوة دي طبعا احنا لازم صورة كاملة أنا بكل بساطة ما حد يبعث لي أشعة أقوله الأشعة فيها كذا ولكن مش لازم كذا ده يبقى هو اللي تعبك الفحص مش هو لأنه أنا ما فحصتش وما سمعتش منك فأنا الأشعة ممكن تظهر شيء ما بس ممكن يكون الشيء ده تعبك فعلا وهو سمع مشكلة وممكن يكون سمع مشكلة حاجة تانية خالص فعشان كده لازم نخلي الصورة هي زي البوزل زي اللغز كده بتجمعه علشان تعرف تكون صورة كاملة لو وصلت للصورة الكاملة صح هتعرف تعالج صح وتعرف تخف صح لو الصورة مشوهة مهما خدت من علاج في الأغلب بتبقى محاولات يتنجح يتفشل أنت معرض نفسك بنسبة كبيرة بما أن الصورة مش كاملة أن يبقى فيه نسب أن العلاج ما يجبش نتيجة دايما نقول الموضوع التشخيص ده يعني طبعا في الطب هو اللغز فك اللغز أو معرفة أصل المشكلة خلاص كل حاجة بعد كده بتبقى سهلة لأن فعلا فيه طرق علاج كثيرة جدا ومتنوعة حتى طليق حسب كل مريض خليب أرضو أعرف الحقيقة أكتر على فكرة الغضري فيه ممكن حاجة جبت سريتها بس عايزين أو سمعنا يعني مصطلح اسمه الغضروف الأسود الفارق بين الغضروف الأسود والغضروف العادي وإيه هو الغضروف الأسود الغضروف الأسود ده هو هذا الملون quien تزجيز أول مراحل الأولية في ضعف الغضروف الغضروف التبيعي زي ما قلنا أنه عبارة عن مادة جيلاتينية فيها ميا كتير جدا تمام وبيضحها رباط قوي جدا المادة الجيلاتينية ده لو ابتدت تفقد الميا ابتدت تتعب. ابتدت يحصل عليها عراض الشيخوخة. خلاص بيبقى مظهرة في الأشعة بلاك ديسك. أو غضروف اسود. غضروف مفوش النظارة. عليك لو بص في الصورة دي للرانين. احنا عندنا فقرة وفقرة. وفيه جزء رمادي كده موجود. الجزء ده حاجة بسيطة. بس ده جزء ده فيه مية. أول واحدة وثاني واحدة فيهم مية. ثالث واحدة دي صودة خالص. السود ده هو الغضروف الاسود. هم لقوا بالأبحاث ان فيه ناس كتير جدا ممكن تشتكي شكوى بسيطة خلص من الضع. ويبقى مصدر الشكوى دي هو الغضروف الاسود. هو بداية التعب. فطيط طبعا دي بتبقى رسالة انذار ان الغضروف ده معرض بسهولة جدا انه يفشل في عمله. ومعرض بسهولة جدا انه يتحرك من مكانه ويلمس عصب ويعمل له مشكلة. يعني ده البدايات خالص. بداية الموضوع كله هو تآكل الغضروف او ان الغضروف ده يبقى اسود. يبقى احنا بنسميه غضروف غير صحي. او غضروف مش هلسي. مش مظبوط نظر او مش صحي زي ما حقول. برضو من الحاجات والمصطلحات الكتيرة المسمع الحياة الظهر مليا مصطلحات. زي مثلا فكرة الانزلاق الغضروفي كلمة درجة جدا. لكن مثلا الفرق بين الانزلاق الغضروفي والانفجار الغضروفي. ايه هو الانفجار والفرق بينهم وطرق علاجهم المختلفة والمقايمة. دي قصة بكل بساطة كده ان احنا زي ما قلنا ان احنا الغضروف ده عبارة عن مادة جيلاتينية بيحوطها روباط. الرباط ده ممكن هو نفسه يبقى نتيجة المجهود او نتيجة حركات غراب بتحصل او هو التكوين بتاعه في الجينات مش قوي فيبتدي يخرج منه نتوء بسيط للخارج طبعا النتوء ده لما بيخرج للخارج بيلمس عصب. العصب اللي جنبه على طول. فعلى طول يحصل فيه الام مبرح فده اللي حين بنسميه ايه? الانزلاق الغضروفي. معناها ايه? معناها انه فيه جزء من الغضروف خرج برا بس هو استيل ايه? او هو لسه محتوى. يعني هو لسه الرباط حواليه الانفجار الغضروفي بكل بساطة ان الغضروف موجود ولكن الرباط ده اتقطع والمادة الجيلاتينية دي موجودة بضغط عالي جد فالمادة الجيلاتينية دي بتخرج بقوة جدا مرة واحدة كأنه انفجار يعني الرباط ده كأنه الرباط ده ماسك جدا وجواه ضغط عالي جدا. فاول ما الرباط ده يبتقطع المادة الجيلاتينية بتطلع بقوة جديدة جدا وتلمس عصب بس بتلمسه بقوة قوي هده اللي بيحصل لما يقول لك عيان فجأة من يوم وليلة كده جالوا مشكلة كبيرة جدا في ظهره واربع خمس ايام ورح دخل عملية ده ايه اللي حصل بقى? حجم الغضروف طوارئ حجم الغضروف اللي خرج كبير جدا ومش جرادي والمش بالتدريج يعني النتوء اللي انزلاق الغضروفي بيبقى حاجة صغيرة وبتكبر بالراحة. فالجسم بيحاول يتعايش معها. بيحاول مع الآلاج ومع الآلاج الطبيعي والحاجات اللي احنا بنيديها للمريض انه يحصل شوية ده يستحمل الحبل الشوكي يستحمل شوية والغضروف يبتدي يحجمه يقل شوية فيبتدي يحصل جزء من ايه التوافق ما بينهم عاما لما يبقى مرة واحدة الغضروف كله خرج مرة واحدة ودخل في الحبل الشوكي زي ما انا شايفين هنا الجزء الاحمر ده خارج من الجزء اللبني ده انفجار ودخل جو القناة العصبية والعصب ده مرة واحدة بقى فيه كتلة كبيرة جدا ضغطة عليه. ده حاجة خطر جدا وده حاجة بتستدعي علاج طارق جدا هو العلاج الجراحي عشان خاطر ارجع اشيل الحاجة دي والعصب ده ما يتلفش. يعني ايضا برضو من المصطلحات هو الانحلال الفقري برضو عايزين نفهم نحقيك ايه هو الانحلال الفقر اه هو ده ببساطة الانحلال الفقر ده بيبقى هو جزء عظمي بيمسك الفقرة في الفقرة التانية اوكي ففي بعض الناس نتيجة ممارسة الرياضة ده اللي هو الجزء الاحمر اللي موجود في الصورة اللي قدامنا دي هو عبارة عن اللي هو parse defect او عبارة عن جزء عظمي مش موجود. تآكل بكل بساطة. بيحصل التآكل ده اكتر في الناس الصغيرة. يعني الاطفال ومراقين بيحصل فيهم مضوضة اكتر وهو بيبقى بيحس بكل بساطة انه عنده وجعة موجود في ظهر. اوقات ناس كتير او يتتجاهل للوجعة ده. او يقولوا انه عادي طفل بيكبر او بيبزي المجهود. مايروحش يكشف والاشعة العادية بتكشف المشكلة دي. المشكلة دي في الاول بيبقى ليها علاج ان انا برجع بعمل التقام للجزء الفقاري اللي موجود ده. اللي هو انحل او تآكل ولكن لما بيتجلن احنا في البلغين عادة بيبقى خلاص. هو تآكل وابتدى الفقرة تتحرك ببساطة حب عن مكانها والغضروف اللي تحتها بتدى يتآكل فبتبقى مرحلة شوية متأخرة. ده زي وزي التزحصح الفقاري لان حاجة برافو عليك. ده هو يعني واحدة من ازباب التزحصح. يعني واحدة من ازباب التزحصح اللي بتيجي في السن الصغير. او اللي بتيجي بدرجات عالية جدا. ان يكون فيه الانحلال الفقار ده. يعني التزحصح ده في منه نوعين. في نوع منه بيجي عند الكبار السن. ممكن بنتكلم عليه في حلقة تانية وعالا ما بيتعداش المرحلة الاولى او التانية. انما الناس اللي بتوصل لمرحلة التالتة والربعة ده بيبقى عنده من هو صغير عنده انحلال الفقار. الجزء. في جزء ماسك الفقرة في التانية متآكل والتآكل ده بيخلي الفقرة دي مفكوكة من مكانها وتبتيت تتحرك لقدام. فهي كل ما بتتحرك طبعا كل ما بتضغط على الحبل الشوكي وكل ما بتعمل مشاكل كتير للمريض. بالحاجات اللي دايما الناس بتعاني منها هي فكرة انا ازاي اتعالج من مشاكل عظمية. بالذات في الضهر يعني برضو جزء حساس زي ما قلت من اول الحلقة. فكرة التدخل الجراحي بيكون طبعا فكرة صعبة جدا لبعض المرضى. تدخل الجراحي ممكن يكون امتى. ليه ممكن نحتاج لتدخل الجراحي في بعض الاحيان. وهل ده فعلا مقبول لدى المرضى. بص هو التدخل الجراحي ليه شروط معينة. مش اي مريض ينفع نعمله عملية. يعني لازم يكون فيه سبب واضح جدا هو اللي تعب العيان. ده اول حاجة التشخيص الصح. يعني لازم الحاجة اللي موجودة في الاشعاء لنا داخل اعمل عليها تدخل الجراحي. طبعا هي دي الحاجة اللي تعب العيان. مش يبقى العيان عنده تعب من معالج عيان. لا رقم واحد. تشخيص الصحيح. اه تشخيص الصحيح. رقم واحد طبعا. رقم اتنين ان يبقى الحاجة دي مستهلة العملية. يعني في الحاجات المزمنة عادة احنا ما بنعملش عمليات بسهولة. مندي للعيان علاج. بننصحه بانقاص الوزن. بننصحه بتقنين المجهود اللي بيعمله في اليوم. عشان خاطر وندي المقويات الاعصاب عشان خاطر نعمل. اللي هو الحال قلت حضرتك عليها ان يحصل تصالح ما بين المرض وما بين الجسم. ففي الحالة دي. بعض المرضى او كتير من المرضى بينجحوا في هذا. ان هو الجسم بيتكيف على الوضع الحالي. بيبقى لهم بسيط موجود. تنميلة بسيطة وبتبتدي تروح لحالها. وخلاص وحصل تصالح وبنحاول ما نزودش المشكلة. لكن بعض المرضى الندرين. ممكن للأسف ما يجيبوش الجسم ما يتوافقش مع العلاج وما ما يستجبش عليه. ويبقى محتاج تدخل جراحي عشان نعمل استقصال. دي منطقة معينة من المرضى. في منطقة تانية اللي هو المريض اللي جايبه مشكلة كبيرة من الأول. زي اللي حالي قولنا على الانفجار الغضروفي. ده عيان ما بيستناش. ما ينفعش يستنى. زي العيان اللي عنده مشكلة مزمنة. بس ابتدى يحصل إصابة شديدة في العصر. يعني زي مثلا العضلة بتاعته بتاعت يحصل فيها تآكل. ابتدت تضعف. ما بيعرفش حرك مش ترجلي كويس. ما بيعرفش يتحكم في البول. يعني هو داخل الحمام. ممكن يبقى فيه نقطة أو نقطتين تزبق وهو داخل. مش عارف يمسك العضلة بنفسها بتاعت المسانة. مش قادرة تمسك البول لغاية لما هو يدي لها الأمر أنها تطلع البول. ففيه علامات معينة خطر أو فقدان الإحساس في القدم مثلا. فيه حاجات خطر. معناها أن حتى ودنيا مزمنة أنا لازم أتدخل لأن أنا كده بعمل أزاء دائم للعصب لو ما شلتش منه المسبب اللي هو الغدروف أو الحاجة اللي أضغط عليه. فالجراحات فيه لها شروط معينة عشان أعملها. وفيه حاجات تانية كتير جدا ممكن تمشي بدون جراحة. وأظن أن أيضا التطور والهائل الحالة اللي حصلت في مجالة طبي وخصوصا في الجراحات. دكتور يوسف تأكد لنا ده يعني خلت الموضوع مختلف. يعني حتى التدخل الجراحي بقى لطرق كثيرة وعديدة. وأيضا فيه زي ما قلنا فيه تدخلات لعلاجات الألم. إمتى بنلجأ لجراحات المفتوحة أو يعني يمكن جراحات كبيرة نقول عليها جراحة كبيرة أو واسعة. وإزاي نقدر نختار العملية. زي ما قلنا هنا فيه جراحات كثيرة وفيه أشياء كثيرة مطروحة. طبعا ده إحنا بناتمد على حسب المشكلة النوعها إيه. هل ده مشكلة بسيطة ممكن تخفى على علاج أو علاج طبيعي. وممكن المريض لو ما تحسنش ممكن أبعاثه لدكتور علاج ألم. لو حاجة بسيطة. لو حاجة سغيرة بيحقنه أو في حاجة اسمها التردد الحالي طلع حديثة. شوية وسائل بسيطة بس بتعالج الحاجات المحدودة. إنما فيه مشاكل بيبقى حجمها كبير جدا. ما بيبقاش منطق أن أنا أحاول فيها بالحاجات العلاج المحدود أو العلاج بدون ألم. أو العلاج تحت تخصص علاج الألم. ليه الغضريف الكبيرة. لو فيه عدم استقرار موجود في الفقرة. لو فيه فقرة متحركة من مكانها. محتاج أرد الفقرة. محتاج أسبت بمسامير. كل الكلام ده يفضل طبعا أن يكون في الجراحات المفتوحة. فيه مخاوف يعني شائعة. زي ما نقول كده مثلا. إيه نسب نجاح عمليات العمود الفقري. هل نسب عالية؟ هل نسب متوسطة؟ فكرة النشاط أني أرجع أمارس نشاطي بشكل طبيعي مرة أخرى بعد العمليات دي. وردة غير وردة. بتاخد وقت أطول. أو بيفكروا فيها واحد من الكلمة في حلقة النهار ده عن ألامة الظهر. حاجة تقوليني ايه في هذا الموضوع؟ بص أنا معتاد جدا أن أي حد بنعمله عملية جراحية في العمود الفقري. بلاي الأهل مستغربين جدا أن العيان بيتحرك ويقوم ويقوم شي تاني يوم. بس هو فيه انطباع كان سائد غلط أن العمود الفقري دي ممكن أقعد بعدها في السرير شهر شهرين ما تحركش. لا. هو ده مش داري خالص. هو المعتاد واللي احنا بنشوفه كل يوم أن العيان بتاعنا طالما ما فيش مشكلة موجودة في العملية وما فيش حاجة قبل العملية خطيرة. يعني مثلا هو المريض جاي داخل العملية وعنده ضعف. طبيعا هيطلع عنده نفس الضعف. هو لسه هياخد وقت على ما يتعافى ويبقى كويس. إنما لو بنلحق المشكلة من بدري ويبقى الاختيار الجراحي ده في الاختيار ده في الوقت الصح. لا. العيان بيقوم يمشي تاني يوم النسب المضاعفات أو النسب المشاكل اللي كنت نسمع عنها زمان بتبقى قلت خالص مع استخدام الوسائل الحديثة في الأعصاب والوسائل الحديثة في تثبيت. ونحن نمنع برضو حاجة من مشاكل الدرجة للزمان إنه بيحصل ارتجاع للخضروف ينقام العملية وما كده لقى خضروف في الرجال اللي بقى دعب عشر سنين. لا. كل الكلام ده مع الطب الحديث يبتده يتلاشى خالص. وابتدينا بنحاول على قد من نقدر يبقى مضاعفات قليلة جدا مع نسب نجاح عالية طبعا ما فيش جراحة ما فيش مضاعفات ما فيش جراحة ما فيش مشاكل ممكن تحصل. ولكن دايما هي موازنة ما بين المكسب اللي العيان ممكن ياخده وصاد أي مخطرة ممكن ياخد. طبعا لو فيه داعي طبي عالي جدا يبقى المكسب عالي. لو ما فيش داعي طبي يبقى أنا مش مفهوض أصلا أن أعمل عمل إيه. صحيح. يبقى أخذ القرار أصلا مفهوض يكون مظبوط وصحيح بالأول. مش حقيقة جدا. الحقيقة طبعا حلقة يعني غنية جدا. عندنا تفاصيل كتير زي ما قلنا مصطلحات كتير علمية. كل واحد منهم ممكن يتخذ في حلقة خاصة. يا دكتور يوسف زي ما حاولت تشرح لنا بشكل إيجاز. بس فعلا دقيق وفهمنا منه الكثير وبشكرا حقيقة نحن قدرنا يعني نلم كل ده في حلقة واحدة عن ألام الظهر. يمكن ركزنا النهاردة على سن بحد ذاته. هو سن يمكن المراهقين أو البالغين. لهو الوقت الوسط ما بين الطفولة والعجز. وعندنا الحقيقة سلسلة برضو نقول لستاذا مشاهدين. احنا عندنا برضو حلقات قادمة عن ألام الظهر هنأخذ فيها يمكن السن أو الأعمار الأخرى من الحياة. سواء الطفولة أو سن الشيخوخة أو الكبار السن. بشكر حاجة جدا من أجل حلقة دي. وبشكر ساذا مشاهدين لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم. بشكر جدا ضيف حلقتين نهاردة. دكتور يوسف عهدي سويس. اخصائي جراحة العظام وجراحات العمود الفقري بمستشفى الهرم التخصصي ومستشفى سيدة العضراء مريم بالزيتون. ماجستير جراحة العظام وكلية الطب جامعة عن شمس. وعضو جمعين السويسرية لجراحة العظام وجمعين مصرية لجراحات العظام. بشكر حكرة مرة تانية. شهر صحيحا. مشاهدين بنشكركم مرة تانية. الحسن مشاهدتكم وتابعتكم في حلقة النهاردة. ونشوفكم في حلقة جديدة. وزي ما قلنا مرة تانية. مرة تانية.